بسم الله الرحمن الرحيم إخواني مهندسي الشبكات في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب فيكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد في الفيديو الثامن والأربعون من سلسلة فيديوهات النيتورك بلس في هذا الفيديو رح نتكلم عن أسئلة طبعا هنا في خطأ مش الواحد والعشرون الثاني والعشرون واللي هو الجزء الثاني من مواضيع شبكية متفرقة نبدأ مع السؤال الأول ما هو نظام التشغيل الجواب هو النظام الذي يجعل المستخدم يتمكن من أن يتفاعل مع البرامج والقطع المادية الخاصة بالجهاز السؤال الثاني ما الذي يعني ما الذي يعني أو ماذا يعني بكلمة الأنظمة متعددة المهام الجواب هي تعني أنه يمكن تشغيل عدد من أو تشغيل عدد من المهام في وقت واحد وعلى نظام تشغيل واحد السؤال الثالث ما المقصود بمصطلح الفري وير الجواب هو يعني برنامج مجاني لا تحتاج إلى الدفع في مقابل استخدامه وقد يكون open source أو closed source السؤال الرابع ما هو اختصار نظام التشغيل الجواب هو اختصار لتسك operating system السؤال الخامس ما هو اختصار ناس الجواب هي اختصار لنتورك اتشت ستوريج السؤال السادس ما هو أنواع ارسال البيانات في الشبكة الجواب لدينا أنواع ثلاثة أنواع وهي unicast multicast broadcast السؤال السابع ما هي فئة العنوين المنطقية والتي يتم استخدامها في عنوانة البث المتعدد الجواب هو الclass d أو الفئة d وتبدأ من 224 حتى 239 السؤال الثامن ما هو عنوان البث المتعدد والخاص بروترات الرب الاصطار الثاني الجواب هو 224 009 السؤال التاسع ما هي عملية الملتيكاست IP الجواب هي عملية إنشاء عنوان فيزيائي خاص بالعنوان المنطقي طبعا خاص طبعا هي عملية إنشاء عنوان خاص بمجموعة طبعا هذا العنوان يكون عنوان منطقي وأيضا يكون له كمان عنوان فيزيائي ويكونوا تابعين لمجموعة بث متعدد ومن ثم بعد إنشاءها يتم ضم الأعضاء بداخلها السؤال العاشر وبيقول ما هو اختصال IGMP الجواب هي Internet Group Management Protocol ننتقل الآن إلى أسئلة المراجعة واللي هي Review Questions أو أسئلة الخيارات ونبدأ مع السؤال الأول من ناحية عمل نظام التشغيل فما هو من التالي من أنواع عنظمة التشغيل عندنا الخيار A اللي هو Single User System وعندنا الخيار أيضا عندنا C Single Tasking System السؤال الثاني ما هو نظام التشغيل الذي تقوم شركة Microsoft بإنتاجه طبعا رح يكون الجواب سهل جدا وهو الخيار B واللي هو Windows نظام Windows هو نظام التشغيل الخاص بشركة Microsoft السؤال الثالث في ماذا يتم استخدام نظام التشغيل Windows NT الجواب في الخيار A واللي هو بيتم استخدام نظام التشغيل Windows NT مع السيرفرات أو الخوادم الموجودة في داخل الشبكة ويعتبر Windows NT أول نظام تشغيل من شركة Microsoft مخصص للسيرفرات التي تعمل في داخل الشبكة السؤال الرابع متى ظهر النظام تشغيل XP الجواب ظهر في عام 2001 الخيار D السؤال الخامس ما هو من التالي يصنف كواحدة من أفضل شركات التقنية الإفتراضية الجواب رح يكون في الخيار B واللي هو FM Where السؤال السادس ما هو من التالي من أنواع التقنيات السحابية الجواب هو في الخيار A واللي هي الprivate واللي تكون عبارة مثلا عن شبكة أو سيرفرات تحتوي على معلومات خاصة بالشركة وبالتالي لا يتم استخدامها أو التصريح بالدخول إليها إلا من قبل الموظفين التابعين لهذه الشركة وليست عامة لجميع الناس السؤال السابع ما هو نظام التخزين والذي يتم استخدامه في الشركات العملاقة الجواب رح يكون في الخيار C واللي هو نظام الثان السؤال الثامن بيقول ما هو من التالي من عنوين البث المتعدد العامة الجواب رح يكون في 226 001 هذا يعتبر من عنوين البث العامة الخاصة بالمالتي كاست أدرس أو عنوين البث المتعدد العامة السؤال التاسع ما هو من التالي من عنوين البث المتعدد الفيزيائية الجواب إحنا لدينا قاعدة في عنوين البث الفيزيائية واللي هي أن العنوان يجب أن يبدأ ب 01 00 5 E وينتهي ب 0 وبالتالي الجواب الصحيح هو الخيار B السؤال العاشر ما هو بروتوكول البث المتعدد والذي يتم استخدامه مع أجهزة الموجه الجواب هو الخيار A PIM بحيث يستخدم فيما بين أجهزة الروترات لكي تعلم بعضها البعض بأنه يوجد لديها أعضاء منتمية إلى المجموعة البث المتعدد مثلا الفلانية أو صاحبة الـ IP أدرس الفلاني السؤال 11 فيما يتم استخدام عنوين البث المتعدد الجواب في الخيار C يتم استخدام عنوين البث المتعدد لإنشاء مجموعات البث المتعدد السؤال الثاني عشر ما هو بروتوكول البث المتعدد والذي يستخدمه جهاز الكمبيوتر لكي يخبر الراوتر أنه عضو في مجموعة البث المتعدد الجواب سيكون في الخيار B واللي هو بروتوكول IGMP السؤال الثالث عشر ما هو من التالي بروتوكول بث متعدد ملكية خاصة بسيسكو الجواب سيكون في الخيار D واللي هو CGMP السؤال الرابع عشر بيقول ما الذي يعني Open Source Software الجواب في الخيار C هو يعني بإمكان المستخدم التعديل على البرنامج وتطويره السؤال الخامس عشر بيقول ما هو من التالي يصنف كأقدم نظام تشغيل الجواب من ضمن الخيارات الموجودة أمامنا هو الخيار A اللي هو برناء النظام التشغيل الدوس السؤال السادس عشر ما هو من التالي كشركة تقوم بإصدار توزيعات لينيكس الجواب عندنا الخيار C اللي هو Red Hat واحدة من الشركات التي تقوم بإصدار توزيعات خاصة بنظام التشغيل لينيكس طبعا مش شركة سيسكو ولا شركة مايكروسوفت ولا شركة جينيبر السؤال السابع عشر ما هو نظام التخزين الذي يتم استخدامه في الشبكات المتوسطة الجواب لدينا الخيار في الخيار B واللي هو NAS نظام التشغيل NAS السؤال الثامن عشر ما هو من التالي يرمز إلى طريقة إرسال البيانات في البث البرودكاست الجواب هو D واللي هو عندنا MONEY يعني O مش One لا طبعا مش D هنا يقول One أنا حسبته يقول All in the buff لا عندنا هنا الخيار A One to One عندنا One to Money وعندنا MONEY أما الخيار D اللي هو One to All هذا يستخدم مع لا أنا فهمتها غلط أنا حسبت Multicast عفو عفو مش عارف إذا كان في مساحة هنا ممتاز نمسح الأخطاء هاي خلينا ندقق شوية في السؤال 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 بيقول ما هو من التالي هو طريقة إرسال البيانات من خلال البرودكاست طبعا راح يكون الخيار دي اللي هو من جهاز إلى جميع الأجهزة الموجودة في الشبكة One to All السؤال التاسع عشر ما هو من العناوين التالية هو Private Multicast IP Address أو عنوان بث متعدد خاص يتم طبعا استخدامه في الشبكات المحلية الجواب راح يكون 239 أي عنوان راح يبدأ ب239 بعدين 239 فهو مباشرة نعرف أنه Private Multicast Addresses السؤال العشرين ما هو المدى المحجوز في الفئة دي الجواب راح يكون الخيار بي واللي راح يكون من يبدأ من 224 00 00 حتى 224 255 255 255 255 إلى هنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو وعلى أمل أن ألقاكم في الفيديو القادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر